اشتركوا في القناة او مشوار 1000 ميل دائما يبدأ بخطوة والخطوة من هنا من استاد مونسيبال نيامي او المسمى باسم استاد جينرال سيني كونتوتي في العاصمة النيجرية او عاصمة النيجر نيامي هذا الملعب اللي بيستقبل المباراة البداية المشوار بين الاهلي وسوني ديب بطل النيجر في انطلاقة المشوار الافريقي في الجولة الاولى او الجولة بنسميها كده جولة الدور التمهيدي اللي ما قبل مباريات المجموعات اللي هيلعب فيها النادي الاهلي النهاردة يعني يطمع فيه تحقيق نتيجة ايجابية في بداية مشواره الافريقي اذا المباراة العودة يوم 5 و 6 يناير اصفرت عن صعود النادي الاهلي سيكون صعوده مباشرة الى دور المجموعات باعتبار ان دور المجموعات هو البداية الحقيقية لبطولة دور ابطال افريقيا دائما هذه الجولة هي اللي بتؤهل لدور المجموعات وإذا النادي الأهلي صعد إلى دور المجموعات سيكون في التصنيف الأول لفرق الصعدة إلى دور المجموعات وبالتالي حيكون رأس مجموعة المزيد من التفاصيل مع هذا اللقاء اللي حينطلق بعد قليل بإدارة للحكم الغاني دانييل لاريا بيعونه بول كودزو والحكم المساعد الثاني كواسي أشيا فهو الحكم الرابع في لقاء اليوم ستنطلق المباراة والنادي الأهلي حيبقى على إيدنا الشمال بالفنيلة الحامرة والشرط الأبيض بينما فريق سوني ديب بطل النيجر اللي بيلعب للمرة الثانية في البطولات الأفريقية وللمرة الأولى في دوري أبطال أفريقيا بعد تأسيسه بست سنوات تأسس هذا الفريق عام 2014 في خلال ست سنوات استطاع هذا الفريق الصعد أن يحقق خمس ألقاب منهم لقبين لبطولة الدوري في النيجر ولقبين في بطولة الكاس شايفين الملعب طبعا يعني الملعب من فوق كده يعني زي ما يكون أرض زراعية بور يعني شايفين طبعا الحتة اللي فيها خضرة والحتة الجفة يعني حقيقة ملعب يمكن يكون من الملعب اللي احنا بنشوفها دائما في أفريقيا على مستوى قارة أفريقيا في العاصمة نيامي العاصمة عاصمة النيجر هي واحدة من المدن الأكثر حرارة في أفريقيا في خلال فترة الصيف على فكرة في نيامي درجة الحرارة قد تصل إلى خمسة وخمسين درجة مئوية ودي درجة يعني يمكن مفيش في العالم بمثل هذه درجة الحرارة حنشوف مع بعض انطلاقة المباراة بعد قليل ولكن ندخل سريعا في أجواءها بتشكيلة الفريقين فريق سوني ديب بطل النيجر بيلعب النهاردة بتشكيلة بتختلف بأربع لاعبين عن التشكيلة اللي لعبوا بيها في الدور التمهيدي الأول اللي كان أمام نادي مقادشو سيتي أو نادي مقدشو عاصمة الصومال طبعا هذا الفريق تنجح في الفوز على نادي مقادشو سيتي في الأدوار الأولى 2-0 و2-0 فاز على نفس هذا الملعب بهدفين نظيفين وفاز أيضا خارج ملعبه في مقدشو 2-0 عشان يصعد بمجموع اللقائين 4-0 هذا الفريق بينما النادي الأهلي لم يلعب في الجولة الأولى اللي أعفي منها عشر أندية عشر أندية تم أعفاهم من اللعب في الأدوار التمهيدية هي المصنفة العشرة الأولى بما أننا 54 فريق فعشان يكملوا العدد لـ 64 بيعفوا عشر فرق كانوا الأهلي والوداد المغربي والتراج التونسي ومازينبي الكنغولي والزمالك وصانداونز الجنوب الأفريقي والرجاء المغربي وحورية الغيني وفيتا كينشاسا الكنغولي وبريميريو دا جوشتو الأنجولي دي الفرق العشرة اللي أعفيت من الدور الأول منها النادي الأهلي طبعا وأول الصعيدين حتى بدون لعب هو نادي الزمالك صعد على حساب جزال بطل تشاد أو الغزالة التشادي اللي يعني لم يستطع بمنع السلطات التشادية هذا الفريق من مغادرة البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا وبالتالي أعتبر منسحبا مفيش فيها كلام ودي الجهاز الإداري طبعا بقيادة كابتن سيد عبد الحفيز اللي موجوده هنا ويا مليكا صوالات وجوالات في البطلات الإفريقية يعني ما شاء الله سيد عبد الحفيز كان من ضمن الجيل اللي فاز باللقب الإفريقي عام 2001 وفاكرين النهائي التاريخي اللي كان أحد أبطاله كابتن خالي بيبو اللي سجل ثلاث أهداف في النهائي في مارما سانداونز وقتها حنبتدي هو أحداث المباراة والحكم دانييل لاريا الغاني يستعد لانطلاقة البداية وأيضا النادي الأهلي يستعد لانطلاقة مشواره الإفريقي مشوار جدا ابتدى فعلا المشوار الآن بالسنطرة والكرة الخلفية إلى بدر بنوني العبها في الأمام أول المشوار الأفريقي في المسابقة أو المرة رقم 50 للنادي الأهلي في المسابقات الأفريقية 49 مشاركة للنادي الأهلي في البطولات الأفريقية المختلفة سواء دور الأبطال أو كاس الكؤوس أو كونفدرالية أو كاس الاتحاد الأفريقي أو السوبر الأفريقي هذه الكرة لعبة عرضية تغبط وتطلع ضربة ركنية لصالح النادي الأهلي على طول من الجانب الأيمن ضربة ركنية للنادي الأهلي ومن البداية النادي الأهلي هو اللي عنده المبادرة الهجومية ودائماً النادي الآلي يعني عنده طبعاً انتصارات كثيرة والنادي الآلي أو أكثر فريق خارج ملعبه انتصارات أكثر فريق في قارة أفريقيا انتصر خارج الديار تشوف الدربة الروكنية الأول دربة الروكنية ودي حارس المارمة كارلوس دي جوران تشوف كهرباء على تنفيذ الدربة الروكنية ما شاء الله على كهرباء في الفترة الأخيرة مستوى مميز وثلاث أهدف في كل مباراة من المباراة التلاتة الأخيرة للنادي الآلي هنشوف كهرباء هيلعب الكرة إزاي طبعاً تشكيلة للنادي الآلي لعبة الكرة على طول ويطلعها قلب الدفاع ماما دو جوري نادي الآلي محمد الشيناو في حراسة المرمى أحمد رمضان بيكهام اللي بيبدأ مشوار الأفريقي بدر بنون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد حمدي فتحه أليو ديونج وأكرم توفيق ثلاثة في ارتكاز نص الملعب ثم المسلس الوجومي طاهر محمد طاهر وكهرباء وقدامهم محمد شريف فريق سوني ديب غير أربع لعبين عن الفريق هو هو للعب مبارتي الزهاب والعودة كان اللعب مبارتي الزهاب والعودة أمام مقدشو سيتي كان هو نفس الفريق بالزبط ما غيروش ولا تغيير بينما غير أمام النادي الآلي أربع لعبين النهاردة هذه الكرة على طول في الأمام ترجع سهلة للشناوي في حراسة المرمة كارلوس ديجوران أبايا سيزر ومامادو حمدوي وعبدالجليل ماماني نص الملعب حيلعب على الطرف اليمين سليماني ماماني وإبراهيم في ناحية الشمال إبراهيم مختار ناحية الشمال إسماعيل إنوزا وخييدو كانتو دول اتنين ارتكاز ثم المسلس الوجومي أمادو بابان مامان بوبكر وموسى أحمد عيسى ومرتالة يحيى رمي التماس نهاردة النادي الأهلي مغير خمس لعبين عن التشكيلة اللي خاضت آخر مباراة وكانت في بطولة الدوري أمام غزل المحلة رمي التماس محمود وحيد نهاردة بيلعب مكان عالي معلول لعبت رمية التماس على طول اللمسة واحدة مرة تانية طاهر طاهر محمد طاهر في رابع مبارياته بقميص النادي الأهلي ترجع الكرة على طول طبعا بشكل عام كان شارك فيه بطولة الكاس هذه الكرة على طول بينية ناحية الشمال توصل تاني المحمود وحيد وهذه الكرة الكهرباء موقف واحد ضد واحد اللي بيقدر يعدي منه لسه الكرة معاه دخل عايز يخش الجوه إنما اتقطعت على طول من اللعب عبدالجليل ماماني تطلع الكرة إلى خارج الملعب بره هذه محمد شريف قدامنا هو موجود في منطقة الجزاء وحل المشكلة اللي كانت عند النادي الأهلي في مركز قلب الهجوم موجود مروان محسن المصاب والغائب عن البعثة الحالية طبعا عدد كبير من اللعبين غيبين عن تشكيلة النادي الأهلي السولية وقفشة ورامي ربيعة كورونا ووليد سليمان إصابة وجونيور أجايي إصابة وناصر ماهر إصابة في الكتفة في أول مباريات الدوري ومروان محسن وحسين الشحات اللي هو غايب للإصابة وغايب أيضا لإنه موقوف أول مباراتين في مشوار النادي الأهلي كورونا على طول داخل عليها بكل قوة اللاعب رقم 14 خيدوا كعانتو معدل أعمار هذا الفريق 24 سنة بس يعني لعيبة صغارين في السن تلعب ترامية التماس ملعوبة باتجاه كهربع لكن بيطلع على طول هذا الفريق عن طريق اللعب رقم 27 موجود في التشكيلة مرتالة يحيى مفهود أنه هو بيلعب فيه المسلس الوجومي لكن كله بيرجع أما بيفقده الكورة وهذه الكورة بتطلع على طول واضح طبعا أرضية الملعب الكورة بتنط في الأرض وفيه ضربة حرة على أكرم توفيق نلعب في الديها الخامسة والتعادل السلبي بدون أهداف لسه ما فيش خطورة على كلا المرميين في الدقايق الأولى نعم بداية مشوار النادي الآلي في المصابقة رقم 50 تخيلوا 50 بطولة نادي الآلي رصيده 20 بطولة إفريقية في 49 مشاركة يعني أكتر من 40% من البطولات اللي شارك فيها النادي الآلي على المستوى الأفريقي فاز بيها لعبة الكورة في الأمام طلع مرة تانية على طول ياسر إبراهيم بيلعب النهاردة مكان أيمن أشرف اللي لعب آخر مباراة تمريره على الأرض إلى أكرم توفيق ترجع مرة تانية وفيه فاول وعلى الأرض أكرم توفيق فاول طبعاً هنلاقي صعوبات على هذا البلعب في تمرير الكورة وفيه القدرة على السيطرة على الكورة طبعاً التحام قوي جداً وموسى أحمد بيقول اللاعب سيزر اللي وقع أكرم توفيق هو بس دخل معاه بكل قوة يقول له بعد عن اللعبة عشان إيه ممكن الحكم يعني ما يدلوا أنظروا لحاجة فبيبعدوا عن المكان اللي كان فيه الفاول اللي فات مع أكرم توفيق لعبت على طول الكورة في الأمام من ياسر إبراهيم لكن يسابها الحارس المرمى كارلوس دي جوران كارلوس عنده 21 سنة هذا الحارس وشه كده بيبي فيسة هو بين 21 سنة حارس مرمى وانضم قبل كده المنتخب النيجر وما تنسوش أن منتخب النيجر مرة فجر مفاجئة يعني ثقيلة العيار لما كان في مجموعة واحدة مع السيراليون وجنوب أفريقيا ومصر كله قال لك دي مجموعة إيه نتسلى عليها حلاوة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2012 وإذا بمنتخب النيجر من هذه المجموعة هو اللي يصعد لأول مرة في تاريخه لكأس الأمم الأفريقية 2012 لعبة الكرة على طول خلفية عند أبايا سيزر ياخده ويستلمها تاني سيزر عنده 24 سنة سيزر نما تقطعت مرة تانية من النادي الآلف نص الملعب حمدي فاتحي حطت في الأمام شوفوا الكرة لازم الكرة تتلعب عالية شوية عشان لو مشت على الأرض مش هتيجي دقيقة هذه ناحية اللي مين والعرضية إنما أول مرة يطلع كده ويكمل في الهجمة أليو ديونج فاكرين أليو ديونج لما لعب في بعض أوقات من الموسم الماضي لما مرة يعني واحدة لعب النادي الآلي بطريقة 4-3-3 اللي بيلعب بيها النهاردة كان هو اللي واخد الطرف اليمين أليو ديونج قاد الكرة على طول مقطوعة وتنقلت على الأرض من خايدو كانتو مقطوعة من النادي الآلي إنما ترجع في الأمام ويحاول يلحقها كده كادر وحش قوي اللي فات اللي كان جاي بيه الملعب طبعا التصوير متواضع شوية وإحنا عارفين ليه إن طبعا في هذه الدولة نيجر برضو من الدول اللي تعتبر اقتصاديا من أقل الدول الأفريقية رغم أنه عندهم صراوات معدنية لكن من أقل الدول الأفريقية موجودة في الوسط اللي هو المنطقة اللي يعني نيجر وتشاد كده ومالي تلت دول اللي جنب بعض هم من يعتبروا من أقل دول أفريقيا اقتصاديا قاد الكرة على طول مع ياسر إبراهيم حطاق في الأمام ياسر نمى مقطوعة في السكة ويقودها حاول عليها السيطرة النادي الآلي تاني لكن مقطوعة من النادي الآلي لازم النادي الآلي ينقل الكرة بيكون بسرعة شوية عشان يقدر يتحكم في إقاع الكرة اللي هي بتقف كتير في الملعب لازم الكرة أن الباص يتعامل بشكل أقوى شوية أدي طهر محمد طهر بيعد الكرة على طول وعلى طول مرة تانية ناحية اليمن لأحمد رمضان بيكام أو المباراة لأحمد رمضان بيكام بعد عودته لفريقه اللي تولد فيه وتربى فيه النادي الآلي أدي الكرة على طول مرة تانية في الأمام إنما معدية الباص الأمامي على طول ما تلاقيش حد أبدا إبراهيم مختار يلعب أي كلام تطلع بره بره قوت ضربة مرمى من المفارقات إن أول مرة في التاريخ النادي الآلي يلعب بتشكيلة نصها بالزبط هذه هي أول مباراة إفريقية ليهم نص التشكيل خمسة لعيبة طبعا بعيدا عن حارس المرمى خمسة لعيبة على أرض الميدان من العشرة اللي بيلعبوا غير حارس المرمى أول مباراة إفريقية ليهم بقميص النادي الآلي هذه أحمد رمضان بيكهم بيلعبها لها على طول لطهر محمد طهر تطلع بره الملعب قوت نهاردة أول مباراة إفريقية لمحمد شريف أول مباراة إفريقية لأكرم توفيق وأول مباراة إفريقية لأحمد رمضان بيكهم وأيضا أول مباراة طبعا لبدر بنون اللي لعب مع النادي الآلي قال لكن لم يلعب معه افريقيا لعب طبعا كان في الرجاء البيضاوي المغربي قطعت الكرة على طول من فريق سوني دي حطاها في الامام نمأ حزاري من الكرات ديت لان الكرة ما بترجعش زي ما قلوكو سرعة الكرة ابطأ بكتير في الملعب الصلب ده هي بتغير اتجاهاتها كمان فلازم يكون معمول حساب لان الكرة بص الملعب فيه مطباط بصوا مطباط صناعي ومطباط طبيعي قدامك اهو بقى واضحة بصوا حتى الكرة اما بتتنقل على الارض بتتنطط على الارض دي ممكن تغلط اي لاعب ياسر ابراهيم لعبها البادر بنون خبرات كبيرة طبعا مع الرجاء البيضاوي على مستوى افريقيا لكن اول مباراة مع النادي الاهلي على المستوى الافريقي دي كرة لعبة اللي طاهر محمد طاهر اللي ايضا يخود اول مباراة افريقية بقميص النادي الاهلي حتى وهو في المقولين العرب المقولين العرب اول سنة السنة دي يلعب في افريقيا في بطولة الكأس الكونفدرالية بالامس تعادل مع النجم الساحلي نتيجة يعني تعتبر في غير صالح المقولين العرب اللي حيلعب لقاء العودة على الملعب الاولمبي في سوسا لعبة الكرة في الامام مرة تانية الاستلام من اللاعب امادو تطلع من قدامه برا الملعب قوت نادي الاهلي بيخلص الكرة في الحتة دي على طول عشان الاخطاء طبعا واضح الملعب اثر عامل ازاي على اداء لعيب النادي الاهلي اللي هو الكرة اللي على الارض التمريرات السريعة التمريرات اللي يقدر يستحوز بيها على الكرة دي هتبقى صعبة جدا على الملعب ده ادي الكرة هاتول لكهرابا هاتول في الامام لمحمد شريف يقدر هنا ينطلق لنابك ناعتول مقطوعة بفاول فاول دخل عليه قوي جدا حزاري من هزي الارض لان هي ممكن تعرض اي لعيبة للاصابات الارض الملعب الغير مستوية اما اللاعب يتصاب في الجاري نفسه او يتصاب في الكرات المشتركة ادي محمد شريف ما شاء الله من نجوم الاسبوع التاني للدوري وهدفين في مرمى غزل المحلة وهدف تالت صنعه كرة ردت من الايم او من العرضة بضربة رأسية وحطاها كملها كهربا في المرمى دهما محمد شريف من مكاسب النادي الاهل السنة دي وعودته من فترة الاعارة في نادي امبي كان السنة اللي فاتت من هدف الدوري كان تاني هدف الدوري باربعتاشر هدف السنة دي ما شاء الله مقدي يعني مباريات جيدة في انطلاقة مشواره بعد عودته الى النادي الاهلي شوف الضربة الحرة محمود وحيد وطاهر محمد طاهر شوف وحيد هيلعبها ازاي بالقدم اليسرى العبها على طول جوه المنطقة طبعا صعب التحكم في التمريرات ادي كورة مقطوعة على طول من كهرباء تطلع برا الملعب اود شوفوا حتى الحارس بيلعب الكورة بايده ورغم ذلك يعني الكورات غير دقيقة ادي ملعب استاد جنرال سيني كونتوتي في العاصمة نيامي في النيجر ملعب واضح جدا اهو لعبة الكورة على طول في نص الملعب مع النادي الاهلي والكاميرا اللي بتصور بتصور في كاميرا من ورا الجول اللي هو اللي على ايدنا الشمال التالت كورة على طول الى ابايا سيزر الطاعة النموة مقطوعة من بدر بنون يلعب كورة في الامامة على طول عند طاهر محمد طاهر اطلع الكورة الى خارج الملعب اود نلعب في الدياة 13 والتعادل السلبي بدون اهداف بين سوني ديب باطل النيجر مع النادي الاهلي تأسس 1914 نادي الاهلي تأسس 1907 عفوا 2014 اتأسس النادي ده 2014 تخيلوا بقى يعني بقى له 6 سنين والنادي الاهلي عمره 113 سنة لعبة الكورة في الامام طلع على طول ابايا سيزر كورة الى خارج الملعب برا اود اهداي ابايا سيزر رقم 23 ده اللي بيلعب النهارده في الجبهة اليسرى دفاعيا في فريق سوني ديب لعبة رمية التماس أليو ديونج العبة على طول الكهرباء ناما مقطوعة مرة تانية سيزر يلعب في الامام ويقطعها في السكة كده حمدي فاتحي وحارس المرمى يطلع من مرمى كارلوس ديجوران حول الكهرباء خدع كهرباء ويلعبها تانية لمحمود وحيد السكة قدامه مفتوحة بس الكورة اللي بتقف يعني هو لوحده ممكن يجري إنما الكورة هي اللي هتتعطل الكورة هتقع في المطبط الصناعية والطبيعية اللي موجودة على أرض الميدان دي هذه الكورة مرة تانية على طول من أحمد ربضان بيكم يلعبها على طول والتمرير الأمامية ناحية الشمال عند كهرباء يلعب كورة عرضية جوه المنطقة إنما يطلعها على طول من قلب الدفاع مامادو حمدوي علي أكبر لعبة في أرض الميدان اللعب اللي بيلعب في قلب الدفاع اللي هو رقم اثنين مامادو حمدوي علي عنده 31 سنة هو الوحيد اللي فوق الثلاثين في التشكيلة اللي بتلعب على أرض الميدان النهاردة لفريق سوني ديب باطل النيجر اتلعب ترامية التماس على طول في الأمام يطلع محمود وحيد أكرم توفيق في نص الملعب يلعبها في الأمام لكن مقطوعة مرة تانية من فريق سوني ديب تطلع برقاوة ترامية التماس تلعبت على طول وهنا حزاري من السرعات لأن اللي هم صراع جدا عملها عرضية في منتهى الخطورة عرضية من ناحية اليمين عن طريق سليماني ماماني عملها عرضية لو قابلها أي لعب جوه منطقة الجزاكة تبقى في منتهى الخطورة إنما الكرة عدت الحمد لله إلى خارج الملعب برقاوة قادي حارس المرمى صاحب الواحد وعشرين سنة كارلوس دي جوران بينما الشناوي نينو تلاتين سنة ما شاء الله وصل لأعلى فورمة في أخذ تلات سنوات وأصبح الحارس الأساسي للمنتخب وبيلعب النهضة مباراته الإفريقية رقم ستة وتلاتين ستة وتلاتين مباراة إفريقية لعبهم في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي على المستوى القاري لعبة عطول من الشناوي الكرة في نص الملعب من ناحية شمال تاني خشونة شديدة جدا نادي الأهلي النهاردة ريح عدد كبير من اللعيبة عنده مباراة الزمالك بعد خمس أيام بالضبط يوم تمانية وعشرين ديسمبر الجاري يلعب في الأسبوع الرابع مع نادي الزمالك وفيه انذار الانذار ده المين هنشوف ما رفعش الانذار لسه بيشاور على نمرة تمانية فيه فريق السوني ديب أمدو مامان بابكر أول انذار فيه المباراة والضربة الحرة لصالح النادي الأهلي في نص ملعب فريق سوني ديب تلعبت عرضية جوه منطقة الجزاء يطلع على طول من قلب منطقة الجزاء مامان بابكر اللعب الخبرة فيه الدفاع وأحد اللاعبين اللي انضموا قبل كده للمنتخب النيجر لعبت مرة تانية يعود تدريجيا كده فترة غاب فيها كان قبل ما يغيب الحقيقة كان من أبرز النجوم مش في النادي الأهلي بس في مصر بشكل عام الهاف ديفندر اللي هو لعب رقم تمانية رقم مركز تمانية اللي هو بوكس تو بوكس كان بيقدي أدوار دفاعية يعني الحقيقة رائعة وكان بيكمل كمان في الهجمات دي الكرة مرة تانية مع أمدو بابكر تلعبت في الأمام اتقطعت على طول تاني كرة بتقطع كتير لأن زي ما قلت لكم ما صارد الكرة على أرض الملعب مش مستوي وانزار بيدي لمين هل لمحمد شريف ولا لأليو ديونج هادي اللقطة من وراء الجول بتاع الشيناوي هادي الكرة هاو ده محمد شريف اللي عمل الفاول اللي فات وهدي أليو ديونج والفاول وابدي انزار لأليو ديونج يبقى ده انزار لما مضو بابكر وانزار الوقت لفريق النادي الأهلي اللي اللاعب أليو ديونج المالي أليو ديونج الحقيقة لعيب من اللعيب اللي قدرتهم بتبان بانت جدا بزداد في ختام الموسم اللي فات لقاء العودة أمام الوداد البيضاوي في الدور قبل النهائي عمل مباراة تاريخية وعمل أسيست روعة الروعة لحسين الشحات الكرة لمن نص الملعب اللي كانت من إيد الشناوي إلى أليو ديونج إلى تمريرة واحدة للشحات ترقص بيها وجاب بيها الهدف التاني وقتها في مرمى الوداد هذه الكرة بتطلع مرة تانية طلع أليو ديونج توصل لمحمد شريف عايز يسيطر على كورته لكن صعب جدا السيطرة في هذه المنطقة خادها مرة تانية طاهر محمد طاهر يلعبها لكهرباء كهرباء عطول لمحمد شريف اللي كان متسلل في راية من بول كودزو المساعد الأول للحكم الغاني الجنسية طاقم كله من غانا بقيادة دانيل لاريا حكم غاني صغير لسه في السن عنده تلاتة وتلاتين سنة يعني يعني الحكم تقريبا من سن الشناوي كده حارس مرمى النادي الأهلي حكم صغير في السن لكن حكم عنده خبرات وقدار اتنين وعشرين مباراة دولية قبل كده سواء على مستوى المنتخبات او الأندية تطلع الكرة رامية التماس في سؤال كده سألوا لي ناس كتير قوي قبل المباراة دي الزمالك طبعا ضمن مقعد فيه دوري المجموعات نادي الأهلي لو صعد على حساب سوني دي سيكون ايضا في دوري مجموعات دور الستاشر هل بالامكان ان يلتقي الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة يقعف مجموعة واحدة في دوري المجموعات دور الستاشر اللي هو دول المجموعات ممكن ولا مش ممكن فكروا ونقول لكم ادي كرة على طول اتنقلت على طول على الارض مرة تانية الحمد فاتحي لعبها في الامام انما بيطلع من قلب الدفاع على طول ما مضوع حمدوي الى خارج الملعب برا قوي ادي قدامنا اللاعب عبد الجليل ماماني التحام مفاول طاهر محمد طاهر حيلعب ضربة الحرة في الشك اضافة لعبي في النادي الاهلي بيجيد اللعب في الجابها اليمين او الجابها الشمال كان ممكن يحط نفسه في موسوعة جنس للارقام القياسية هذا اللاعب طاهر محمد طاهر في اول مشار كليمة على النادي الاهلي في بطولة الكاز كان مباراة الاتحاد لعب في الشوت التاني وكادة ان يسجل بعد عشرين ثانية فقط من دخوله لارضية الملعب في بداية الشوت التاني ادي الكرة مع طاهر محمد طاهر لعبت على طول في الامام خطر جدا الكرات اللي بيقع فيها مساحة لان هم واخدين على ارضية الملعب دي مفيش شك واخدين على ارضية الملعب دي في السرعات ممكن يسبقوا نادي الاهلي عنده استحواز اكتر في المباراة حتى الان سبعة وخمسين في المية مقابل تلاتة واربعين في المية لنادي سوني ديب باطل النيجر لسه مشوفناش ولا هجمة على مرمى كلا الفريقين في العشرين دي اللي لعبناهم قادة الكرة جوا منطرة الجزاء حاول اللي لعب عرضية يمسكها على طول الشناوى عرضية على طول من ناحية اليمين عن طريق موسى احمد عيسى انما يمسكها على طول الشناوى خطر جدا الكرات العرضية يمكن اخطر كرة في� في المباراة حتى الان الكرة اللي اتلعبت من شوية من سليماني ماماني ناحية اليمين لعبة عرضية جوه منطقة الجزاء ولكن عدت من أمام الجميع ما كانش فيه حد موجود من مهاجمي فريق سوني ديب قادي الشناوي ما شاء الله فورما عالية بجانب دوره القيادي اللي ظهر أول ما يعني لبس شارت الكابتن كده بقى له دور قيادي مهم في قط اللبس وأصبحت قط اللبس دي في كرة القدم العالمية مهمة جدا إزاي اللعيب اللي يقدر يعمل كنترول على اللعيبة وعلى زميله في الملعب وإزاي هو اللي يبقى اللعيبة تسمع له والعيبة تستجب له وهو اللي يشحن اللعيبة قبل المباراة المهمة هذه الأدوار كلها يقوم بيها محمد الشناوي حارس مرمى النادي الآن هذه الكرة مرة تانية حطاق على طول في الأمام حمدي فاتحي إنما تقطعت ويطلقها الدفاع توصلتاني في نص الملعب على طول ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم اعتاد إنه يلعب يبقى في قلب الدفاع في الناحية اليمين نعم الجوال بيلعب ناحية الشمال في وجود بدر بنون لو بياخد يمين قلب منطقة الجزاء بنون هنا في اليمين رقم 13 وفي الشمال ياسر إبراهيم يلعب في الأمام ياسر إبراهيم ناحية الشمال في قلب الدفاع دائما كان بيشغلها في السنوات الأخيرة آمن أشرف هذه الكرة على طول من أليو ديونج يلعبها في التمرير الأمامية إنما تطول هنا لازم اللعيب يكون عنده حساسية على الكرة في الملعب ده لا يلعبها قوية قوي لأنها هتنطف الأرض وتغير اتجاهتها ولا يلعبها ضعيفة لأن هي هتتوقف الكرة في مسافة أقل من المتوقع بسبب الأرض اللي هي مليانة مطباط ضربة مارمة لعبها طول الحارس كارلوس دي جوران حطها في الأمام لعبت مرة تانية ناحية الشمال عايزي عد يا ولد العيب عدى كويس قوي بمهارة وحسبها الحكم فاول كهرباء عدى يعني هي كرة معاه المفروض كان الحكم يديله طبقا للأدبانديج رول أو قاعدة إتاحة الفرصة يديله فرصة أنه يكمل بكرة طالما هو كان عدى بكرة حامل فتح على التنفيذ مباراةه الإفريقية رقم 8 من أول منتقل إلى النادي الآهلي صباح طبعا عطلته كتير في الموسم الماضي حامدي يلعب الكرة في الأمام حامدي فتحي إنما يطلعها الدفاع مرة تانية سند على صدره من خايدو كانتو وفاول برضو تاني فاول لصالح حامدي فتحي محمود وحيد حيلعب الكرة عكس كرة من أقصى اليمين اليسار إلى أقصى اليمين أحمد رمضان بيكهم إلعابها الطار محمد طار طريقة حلوة وإلعابها عرضية بيكهم شوفوا الكرة لسه ما طلقتش بره يعني الكرة لو في ملعب عادي كانت زي ما أنا طلقت بره لكن الكرة بتقف في السكة في الحتة اللي فيها مطبط زي ما قلت لحضراتكم حقيقة تاني وهتطلع الكرة إلى خارج الملعب ضربة ركنية ضربة ركنية وعلى التنفيذ محمود وحيد جالها هنا عشان يلعبها بالقدم اليسرى زي ما بيعمل علي معلول دايما كل الضربات الركنية لناحية اللي مين بيلعبها اللي بيلعب ناحية الباك الشمال قادي الكرة عرضية خطيرة وضربة رأسية على طول تطلع تلمس كده رأس ده مين حمدي فتحي وتطلع بره الملعب قاود لا ده ياسر إبراهيم طلع في الضربة السابتة ياسر إبراهيم مباراته الأفريقية رقم 14 له هدف واحد سجله لو تفتكره في مرمى الوداد البيضاوي المغربي لقاء العودة اللي كان انتهى 3-1 للنادي الأهلي وكان بضربة رأس جميلة جدا لو تفتكره في الشوت التاني لمبارات الفريقين قادي الكرة مرة تانية حولها للاستلام من موسى أحمد العبا في اليمين إنما في تسلل الراية مرفوعة من بول كودزو والتسلل موجود طبعا موسيماني خلال إصابته بالكورونا وغيابه عن رحلة الفريق إلى نيامي قاعد يعمل محاضرات للعبين بالفيديو كونفرنس شوفوا الدنيا دائت إزاي يعني على مسافة آلاف الأميال المدير الفني يقدر عن طريق الانترنت عن طريق الفيديو كونفرنس سواء برنامج زوم أو أي برامج أخرى يقدر يخشوا يشوف اللعيبة تبقى اللعيبة شايفة وهو شايفهم ويقدر يتكلم معاهم ويعمل محاضرة كما لو كان موجود في وسط يوم ترجع الكرة مرة تانية من بدر بنون للشناوي الشناوي يلعب كرة طولية أمامية تنط في الأرض كده وتوصل على طول إلى الحارس حارس سونيديب كارلوس دي جوران لعبت مرة تانية في الأمام نص الملعب يسيبها تاني تطلع بره الملعب قاوت هل يقع الأهل والزمالك في مجموعة واحدة في دور الستاشر لبطول الدوري أبطال أفريقيا هذا العام وكلهما يسعى طبعا للفوز باللقب الآلي للقب العاشر والزمالك للقب السادس بعدما التقوا في المباراة النهائية طبعا إحنا ما نتمناش أنهم يقعوا في مجموعة واحد أي حد كده يعني عاقل ما يتمناش يقولك إيه خلي كل فريق في مجموعة ويأزا التقوا بقى يلتقوا في النوق أو تستيج أو بداية من دور التمانية دور قبل النهائي أو النهائي كما حدث في العام الماضي هذه الكرة مرة تانية في الأمام ملعوبة على طول من إسماعيل إينوسا قطرحة الشمال إنما بتطلع بره أوت أحمد رمضان بيكهم في أول مباراة بلعبها طبعا النادي الآلي كان عندوش غير محمد هاني بعد رحيل أحمد فتحي فاستقدم اللاعب أحمد رمضان بيكهم ليعود إلى تشكيلة النادي الآلي هذه الكرة في الأمام على طول رمية التماثبص عملها زي الكورنر طلعها على طول مين؟ حمد فتحي حمد فتحي اللي رجع يقضي الأدوار الدفاعية نعم مش باين مشكلة التلاتة اللي في نص الملعب حمد فتحي وقاليو ديونج وأكرم توفيق مش باين الأدوار بتاعتهم مين اللي حيرجع بين قلباي الدفاع مين اللي حيكمل في راحية يمين أو مين اللي حيكمل في راحية الشمالة دي كرة عرضية وضربة رأسية وخطيرة كرة وطلع يا راجل طلع الكرة على طول لكن فيه أوف سايد فيه تسلل الراية مرفوعة الإجابة إذا صعد الأهلي على حساب سوني ديب إجابة السؤال هل الأهلي والزمالك ممكن يوقف مجموعة واحدة إذا صعد الأهلي المتصدر للتصنيف الأفريقي حتى آخر نتائج في العام الماضي وفوزه باللقب الأفريقي عبدوري أبطال أفريقيا وصعد الودان وصعد الترجي وصعد مازينبي فالزمالك فيه المستوى الثاني وأصبح فيه إمكانية أن يلتق الفريقين يعني الأهلي حيبقى مستوى أول رأس مجموعة والزمالك حيبقى في المستوى الثاني يعني يبقى فيه احتمالية لقاء الأهلي والزمالك وجها الوجه في مجموعة واحدة في دور المجموعات هذه الكرة مرة تانية على طول بيشتت بيطلع على طول وخطيرة شوفوا بيشتت بيطلع من جوة منطقة الجزاء لكن أحمد رمضان بكهم طبعا بيعتذر لأنه هو بيشتت من هنا الكرة قلشتنا على الرجل ودخل الجوة منطقة الجزاء طبعا العزر اللي اللعيبة على أرضية الملعب دي أرضية ملعب يعني لازم على فكرة دي نصيحة أقولها لاتحاد الكرة وللقاندية الأهلي والزمالك بشكل عاصل دي الكرة اللي قلشت من أحمد رمضان بيكم طبعا لأنه رجليه المرتكزة على الأرض مكتشابت على الأرض على أرضية الملعب دي تفلعبها بالشكل اللي شفنا ده لازم الأهلي والزمالك يلعبوا على فكرة الظهر يلعبوا زي ما الباقي الفرق بتلعب الساعة مثلا ثلاثة الظهر أو يلعبوا خمسة يعني مش لازم كل مباراة الأهلي والزمالك تبقى سبعة ونص بالليل ليه؟ لأنهو بيحتكوا بفرق إفريقية بتصطدنى بقى في وقت الظهر ده اللي هو مش واخد عليه فرق الأندية المصرية أدي طهر محمد طهر على طول الكرة وناحية اليمين على طول يلعب عرضية تغبط وتطلع خارج الملعب برأة دائما فرق سانداونز تلاقي فرق اللي هي كامبالا سيتي تلاقي بتصطادل فرق المصرية يروح ملعبينهم ثلاثة الظهر وقع على الأرض محمد شريف إن شاء الله يكون سليم حكم بيكلموا الحكم على الضربة القوية لمحمد شريف في اللعبة اللي فاتت بيقول له ما تتكلمش بيقول له حمدي فاتح ما تتكلمش أنا صاحب القرار بيقول له قوم وبيشاور طبعا محمد شريف هذه الكرة إعادة ليها بص محمد شريف رايح للكرة خدها خلاص دخل احتك معاه بقوة جدا وبيوري له إن في عضلة الفخد كده الحزاء بتاع اللاعب باين معلم فيه محمد شريف طبعا مباراة نتمنى إن النادي الآلي يخرج منها هو بصه باين هو في فخد اللاعب في الكرة اللي تدخل فيها بقوة جدا اللاعب أبايا سيزر اللي هو المفروض باكشمال في الطريقة اللي بيلعب بها 3-5-2 بيلعب بها طريقة اللعب اللي بيلعب بها أو 3-4-3 بمعنى أصح اللي بيلعب بها فريق سوني ديب في الدقيقة 30 يتوقف اللعب فيه الكولينج بريك يعني إيه كولينج بريك يعني الفترة اللي بيتوقف فيها اللعب لمدة دقيقة تقريبا عشان اللعيبة تحصل على راحة دي القرار اللي اتخذوا للفيفا منذ عامين عشان يخلي اللعيبة تشرب مية تشرب سوايل لما وجد بيأثر على اللعيبة وعلى النواح العضلية لنتيجة فقد أملاح مهمة من اللعب فيها يبقى فيه ديئة 30 والديئة 75 غالبا الحكم بيوقف اللعب في اللعب المدة دقيقة يبقى إذن أعود إلى السؤال الأهل والزمالك ممكن يلتقوا في مجموعة واحدة في دور الستاشر إذا صعدوا إذا صعد الأهل والأهلي طبعا الزمالك صعد خلاص الأهلي والوداد والترجي ومازينبي دول المصنفين للأربعة الأوائل إذا صعدوا من خلال اللقاءاتهم في دور الاتنين وتلاتين اللي احنا بنلعب فيه دوت يبقى إذن فيه احتمال إن الأهلي والزمالك يقف مجموعة واحدة التصنيف من خلال برضو بقعود وأقول من خلال نتائج الأندية في آخر خمس سنوات يعني بنحسب 2016 2017 2018 2019 2020 تبقى لهذه السنوات نادي الأهلي في المركز الأول عنده 69 نقطة على فكرة نقاط السنة الأخيرة بتضرب في خمسة نقاط السنة اللي قبلها اللي هي 2019 تضرب في 4 نقاط 2018 تضرب في 3 نقاط 2017 تضرب في 2 ونقاط 2016 تضرب في 1 ده كده النظام حساب النقاط نادي الأهلي في السنوات ديت بطل في السنة الأخيرة وخرج من دور الثمانية في 2019 ووصل لنهاية 2018 ووصل لنهاية 2017 وكان فيه تالت مجموعته في 2016 كرة خطيرة جواه ومنطقة الجزاء لعبة عرضية والتزديد أو جول جول أليو ديوم يا 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 وابتدى المشوار وابتدى ابتدى ابتدى المشوار وآه يخوفي من آخر المشوار يعني لسه بقى المشوار طويل 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 للنادي الأهلي المشوار طويل وابتدى أول الغيس قطرة وتزديده صاروخية من أليو ديونغ يجيب تاني أهدافه الأفريقية فيه 13 مباراة لعبها على المستوى الأفريقي مع النادي الأهلي يا يحط الكرة على طول بالقدم اليسرى ويسجل أول أهداف النادي الأهلي الأفريقية هذا العام في الدية 34 أليو ديونغ أليو ديونغ أول هدف للنادي الأهلي وابتدى المشوار ابتدى المشوار من هذا الهدف مشوار العشرة للنادي الأهلي اللقب العاشر نادي الأهلي السنة فتح اللقب التاسع يسعى للقب العاشر بيشارك هذا العام في دوري أبطال أفريقيا أيضا للمرة التانية على التوالي مع الزمالك اللي بيلعب وتأهل لدوري المجموعات بدون لعب ليه صعوده على حساب نادي جازيل تشادي والآن الأهلي يسجل أول أهدافه ضمن 31 رقم قياسي للنادي الأهلي على المستوى الأفريقي رقم عمله السنة اللي فاتت بس هذه الكرة بينية تلعب التاحية اليمين إنما بيطلع على طول إلى ضربة ركنية طلع الكرة محمود وحيد إلى ضربة ركنية تقدم النادي الأهلي جوه الجميل تلعب الكرة جوه منطقة الجزاء وخدها بالقدم اليسرى على طول آليو ديونج يحط كرة صاروخية على طول على يمين الحارس كارلوس دي جوريان يجيب أول يجيب أول الأهداف الإفريقية وضربة حرة لصالح فريق سوني ديب خارج منطقة الجزاء مش عايزين ضربات حرة في المنطقة دي هم النادي الأهلي في الطائرة الخاصة ما بتنط زي ما أقولوكم بتغير اتجاهاتها ودي الضربة الركنية ملعوبة برضو أرضية هم عارفين إن الكرات الأرضية بتبقى أخطر فعشان كده حتى الكرات الأرضية هو كله أرضي إنما ما أطوع المراضي ولد العيب أراها كويس قوي 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 كهرباء والهجمة المرتدة لصالح النادي الأهلي وهتلينا يا عم الكادر التاني هتلينا الكادر التاني اللي بالعرض وكرب جوة منطقة الجزاء هتلينا الكادر التاني ودي على طول يمسكها حارس المرمى كارلوس دي جران إنما كانت هجمة خطيرة للنادي الأهلي هجمة مرتدة فيها كان فرصة في المساحات اللي كانت مع محمد شريف وقاليو ديونج النهاردة بيقوم بدور اللعب رقم تمانية اللي هو البوكس تو بوكس بيكمل في الهجوم بسجل هدف وكمل في هجمتين ثلاثة وحتى أول كرة خطيرة كانت للنادي الأهلي كان هو بطلها أيضا وهذه الكرة مقطوعة من ناحية الشمال ملعوبة من محوود وحيد إلى كهرباء ناحية الشمال أعرفش الراجل مغرم ليه المخرج ده بالكادر ده اللي جايبه من من أعلى نقطة يمكن في نيامي كلها قادي استاد جنرال سيني كونتشي عبا في الأمام تطلع برها الملعب رامي التماس السنة اللي فاتت النادي الأهلي عمل رقم قياسي ربما سيصمد طويلا طويلا جاب 36 هدف أعلى معدل تهديف أو أكتر هدف تسجل في بطولة واحدة في دوري أبطال أفريقيا منذ نشأتها سنة 64 أعليو ديونج يطلع تاني الدفاع عن طريق ماما دو حمدوي حطت في الأمام يطلع ياسر إبراهيم على طول من هنا تطلع على طول لأن طبعا ما تضمنش عواقب الكرة لو نطت على الأرض تطلع إلى خارج الملعب بره أوت 36 هدف سجلوا من نادي الأهلي العام الماضي في دوري أبطال أفريقيا حطم بيهم رقم قياسي كان من عام 2003 عمره 17 سنة لما سجل نادي إنيينبا نيجيري اللي فاز بلقب 2003 على حساب الإسبعيل لو تفتكروا كان مسجل 31 هدف النادي الأهلي ضرب الرقم السنة اللي فاتت بخمس أهداف سجل 36 هدف كرة تاني نقلات إلى اللاعب اللي ناحية الليمين سليماني ويقود فاول سليماني لعب على الأرض على طول إسماعيل إنوزا ترجع وراء الحارس كارلوس يقودها تاني قال يوديون كان على فكرة ممكن يسدد في المرمى على طول لأن الحارس كان بره مرمى لعبها كهربا وهيلعبها تقود إنما أقادها تاني مرة تانية خطيرة كورة خطيرة كورة ناحية الشمال مرة تانية ترقيد صعب في الملعب دوت وهذه الكورة مرة تانية ناحية الشمال لعبها محمود وحيد بالقدم اليسرى عرضية إنما تطلع بره الملعب كهربا بيخش الوقت يبقى راس حربة وبيتغير هذه محمود وحيد اللعب الكورة العرضية اللي فاتت مباراته رقم خمسة مع النادي الأهلي إفريقيا 31 رقم قياسي تخياله لنادي الأهلي في بطولات إفريقيا 31 رقم قياسي تقريبا الأرقام اللي برا النادي الأهلي قليلة جدا لا تتجاوز خمس أرقام لأندية أخرى غير النادي الأهلي لكن كل الأرقام القياسية في عدد المرات الفوج عدد مرات اللعب عدد الانتصارات عدد الانتصارات خارج الديار كل دي أرقام قياسية من نصيب النادي الأهلي قاد الكورة تاني أمدو أمدو فتحوا المساحات خلاص في الخط الخلفي بعدما تقدم النادي الاهلي بهدف اليو ديونج اللي جابه في الديار 34. مرة تانية تطلع الكورة برا. رامي التماس. لصالح النادي الاهلي احمد رمضان بيكهام. لعبها الكهرباء. الكهرباء هاته خد. حطها تاني اليو ديونج. زي ما قلوك اليو ديونج هو اللي بيزيد من سلاسة الوسط. لعبها تاني خارج المنطقة على طول. انما محمد شريف ما قدرش ياخد الكورة. دخل معه بقوة ما مضوء. حمده. اكبر لاعب وهو اكتر لاعب عنده خبرات في هذا الفريق. هو قلب الدفاع. يجع على طول مغطي بشكل جيد. حمد فتحي. ما شاء الله على حمد فتحي بيرجع روايدا روايدا لمستوياته العالية اللي كان عليها في الموسم الماضي في بدايته. حمد فتحي تاني. نعم ما تحتفظش بالكورة. هنا بقى يعني ممنوع الاحتفاظ بالكورة. لان لا الملعب مساعد ولا الفريق المنافس برضو هيخش ويلتحم بقوة. هذه الكورة تانية احمد رمضان بيكا. في البالكو التشكيلة اللي قدامنا ديت تشكيلة المدير الفني موسيماني بيفكر فيها في مباراة الزمالك في الدورة في الأسبوع الرابع. كورة لعبت في الأمام طبعا تطلع برا الملعب قوت لصالح النادي الآلي سابها. اللعب مرتلة يحيى لان هو كان في موقف تسلل فما رضيش يجري على الكورة. رامي التماس. هذا احمد رمضان بيكا. لعيبة اللي كان لهم دور كبير في فوز منتخب مصر. آآ الأولمبي تحتاته وعشرين سنة بكأس الأمم الأفريقية اللي نظامتها مصر في آآ نوفمبر الماضي في القاهرة. هذه الكورة مرة تانية. خطيرة الكورة. خطيرة بيحاول يعدي من نص الملعب أما دو بوبكر. إنما اتقطعت ولعبها في الأمام. لازم ننقل الكورة من رجل للرجل. الكورات الأمامية دي مش هتنفع معانا. الكورات اللي هي اما يكون بس فيه لعيب في مساحة ممكن. تلعب له الباس زي دي كده. وعلى طول هو جول. فيه اوف سايد ولا ايه? فيه اوف سايد. فيه اوف سايد. فيه راية مرفوعة من بول كودزو. مساعد الحكم الاول. وحاسب تسلل. كان في موقف تسلل محمد شريف. تطلع الكورة تانية وترجع وراء. على طول ناحية اليمين. الى عبدالجليل ماماني. العابة مرة تانية في الأمام. الى ابراهيمة مختار. بيطلعها على طول من جوة مطلة الجزاء ياسر ابراهيم. نط الكورة في نص الملعب. على طول يرجعها وراء للعب صاحب الخبرات عبدالجليل ماماني. لعبها على الارض تاني. لكن الكورة مقطوعة من اسماعيل انوزا. يلعبها خيدو كانتو. في الأمام جوة منطقة الجزاء. حاول يلعب الكورة كده من الوضع طائرا. لكن صعب جدا طبعا. توصل سهلة في ايد محمد الشناوي. بجانب العام الماضي الستة والتلاتين هدف اللي جابه من نادي الاهلي. واصبح بهم اكتر فريق يسجل اهداف في تاريخ دوري ابطال افريقيا في موسم واحد. نادي الاهلي عمل اكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد. حداشر انتصار في الخمستاشر مباراة اللي لعبهم. حداشر انتصار ثلاثة عدلات وخسارة وحيدة لو تفتكروا كان امام النجم السحيلي. ده اعلى عدد من الانتصارات يحقق وفريق في بطولة او في نسخة واحدة من دور الابطال في تاريخ المسابقة. رامي التماس. محمود وحيد. العابة لكهرابة ترجع وراء تاني لحمدي فاتحي. عطاها الارض اللي وحيد. حمدي فاتحي. نقل كرة على طول لحمد رمضان بيكهم. ما بيتقدمش احمد رمضان بيكهم عنده تعليمات ان هو يستنى. وهذه الكرة في الامام استلام حلوة اوي وعدة يا ولد. يا ولد والارضية يا احياء. يا يا يا. نمى كرة حلوة اوي من ناحية الشمال وترئيسة جميلة من كهرباء. وعمل العرضية جميلة جدا. لو ملعوبة عند محمد شريف كانت بقت في منتهى الخطور. لاعبة الكرة مرة تانية. على الارض مرة تانية. خايدو كانتو. ضغطة وبصوا النادي الاهلي بلعب بره ملعبه. وبصوا الضغط من كام لاعب. اربع لاعبين في نص الملعب الفريق المنافس. طبعا فريق متواضع فنيا. زي ما قلتلكم تأسس 2014 يعني من ست سنين بس. يعني النادي الاهلي من ست سنين دي كان خد ثمان القاب افريقية. سنة 2013 اخر القابه قبل اللقب الاخير اللي عمله يوم 17 نوفمبر الماضي. فتخيلوا بقى هذا الفريق يعني. يعني من ست سنين بس ما كانش موجود على الخريطة خالص. ترجع الكرة مرة تانية. من اباية سيزر. سيزر يلعبها في الامام في نص الملعب. خايدو كانتو. دقيقتين وقت محتسب بدل ضايع. حاسبه محاكم المباراة دانيال لاريا. في الشوت الاول. تاني. اليو ديونج. طبعا الفترة اللي غابها بسبب اصابته بالكورونا. اصارت شوية على مستوى في المباراة الاخيرة اللي لعبها من بدايتها. نتيجة طبعا ان السولية كان اتعرض للاصابة اثناء التسخين. فاليو ديونج. فترة كبيرة جدا غاب من المباراة اللي كانت امام الودان. يعني من الوداد. من مباراة الوداد. وغاب بقى للكورونا في المباراة النهائية. ثم في مباراة الكاس. سواء لمباراة دور التمانية امام سمادة بقير. او مباراة الدور قبل النهائي امام الاتحاد. او النهائي امام الجيش. كل دي مباراة كان غايبها. يعني كان غايب حوالي شهر. قاليو ديونج على المباراة. نهاردة بيجيب هدف. وهو يعني ابرز لعيب في المباراة الحقيقة في نص الملعب. بالزيادة العددية اللي بيعملها فيه. اه مع المسلس الهجومي. وبالهدف الجميل اللي جابه. وبتزديدة اخرى سددها برضو. اه دي احمد رمضان بيكام. لعبها اللي ايه طاهر محمد طاهر تتقطع منه. تاني. قاليو ديونج بقى حفظهم. وحفظ الملاعب دي. طب على فكرة ملاعب مالي. برضو ما تتخيرش عن الملاعب اللي قدامنا دي. وقع على الارض. لعب فريق سوني ديب. الزمالك في الخمس سنين الاخيرة. وصل نهائي. بطولة 2016 دول الابطال. وجتلت مجموعته في سنة 2017. ملعبش خالص 2018. لانه خرج خروج المدوي طبعا. لو تفتكروا من هذا الدور. انتهت احداث الشوت الاول. بتقادم النادي الاهلي واحد صفر. بالهدف اللي جابه. قاليو ديونج. جابه في الديا 34. استراحة قصيرة. نعوب بعدها. لسه الملاعب. انتهى الشوت الاول فعليا. انتهى الشوت الاول. بنسبة استحواس 59% للنادي الاهلي. مقابل 41% للفريق سوني ديب. استراحة قصيرة. نعوب بعدها لنقل لكم احداث الشوت التاني. بعد الفاصل. المايكروفون مع الزميل. ايمن شاوي. كرة القدم بين فريقية سوني ديب. باطل النيجر والنادي الاهلي. في اطار لقاء الزهاب. لدور ال 32. او الدور الاول. لبطولة دوري ابطال افريقيا. موسم 2021. تعالى الشوت الاول. بالنتيجة المثالية. بانطلاقة للنادي الاهلي. بهدف التقدم. في ديار 34. النادي الاهلي. بيلعب اول مبارياته. في اطار هذا الدور. قد الهدف قدامنا. بيتعاد الكرة التمريرة. الى اليو ديونج. حط وش رجل وفيها روعة الروعة. وبيجيب تاني اهدافه الافريقية. بقميص النادي الاهلي. وجول جميل جدا الحقيقة. وانتهى به احداث الشوت الاول. النادي الاهلي لعب بطريقة 4-3-3. وكان في زيادة عددية باستمرار. من اليو ديونج. مع المسلس الهجوم. الارضية الملعب مأصلة طبعا. وعايز اقول بس للسادة المشاهدين. اللي بيتابعونا في كل مكان. ان هذه الصورة. لا دخلة للقناة الاهلي بيها. هي جاية من المصدر. من نيامي عاصمة النيجر. انا بقول لكم. انا يمكن روحت النيجر دي قبل كده. وكان في فترة يمكن شهر. ابريل او مايو. يعني لسه مكانش الصيف دخل. كان درجة الحرارة بتعدي 55. دلوقتي درجة حرارة 35 تقريبا. في مدينة نيامي. لكن الامكانيات متوضعة جدا. شايفين ارض الملعب. شايفين حتى مدرجات الملعب. زي ما يكون عمرة لسه على المحارة. قدامنا كده يعني لسه طوبة احمر كده. يعني الملعب ده زي ما يكون ما تشطبش. لكن طبعا. اكيد ظروف النقل. والامكانيات الكاميرات. وطريقة الاخراج. كل ده بيأثر جدا. على نقل المباراة. وده مش ملناش اي دخل بيه. لان الصورة جاية من المصدر بهذا الشكل اللي احنا شايفينه بيه. شوط اول كان يمكن النادي الاهلي مسيطر على المباراة اكتر. كان مستحوز على الكورة بنسبة 57% من قابل 43% لفريق سوني ديب بطل النيجر. فريق لسه حديث العهد بكورد القدم. زي ما قلتلكم تأسس 2014 فاز ببطولة الدوري مرتين. مرة فيه موسم 2017-2018. ومرة فيه موسم 2018-2019. مرتين بالكاس. اول مصعد على طول تاني سنة من سعوده. الى لعب ومشاركته في المسابقات المحلية في النيجر. فاز ببطولة الكاس سنة 2015. ثم فاز ببطولة الكاس 2019 ايضا. موسم 2019-2020. وحقق السوبر في النيجر مرة واحدة عام 2018. يعني خمس القاب في ست سنين بواقع لقب تقريبا في كل سنة. بينما النادي الاهلي حدث ولا حرج البطولة اخر بطولة حققها. وهي بطولة كاس مصر. هي البطولة رقم 140 في سجلات النادي الاهلي. اعلى فريق في العالم سجل القاب. حدث ولا حرج بقى وعد. يعني من هنا للسنة الجاية ألقاب النادي الاهلي. إذا كان 42 دوري من 61 وسبقة. وإذا كان بطولة الكاس اللي رفع رصيده فيها إلى 37 لقب. وإذا كان السوبر المصري اللي حققه 11 مرة. وإذا كان بطولة كأس السلطان ودور منطقة القاهرة. اللي كانوا طبعا انتهوا البطولتين دول كأس السلطان حسين. أول بطولة مصرية عام 1916 وانتهت 1938. وأيضا بطولة منطقة القاهرة اللي انتهت في مطلع الستينات. كل البطولات دي طبعا إفاز بيها النادي الاهلي محليا. ثم بقى الألقاب اللي على المستوى الافريقي دوري أبطال أفريقيا اللي حققه للمرة التسعة السنة دي. كأس الكؤوس الافريقية اللي حققه أربع مرات. بطولة الكأس الكونفيدرالية اللي حققه مرة واحدة. السوبر الأفريقي اللي حققه ست مرات. أيضا بطولات العربية على مستوى الأندية دوري الأبطال العرب. وبطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس. واتنين النخبة العربية. وكل البطولات ديها اللي حقق على النادي الأهلي على مدى تاريخه وسط إلى 140 بطولة هذه الكرة طول ما ينطلق الشرط التاني حيبقى النادي الأهلي على إيدنا اليمين بالفانيلا الحمراء والشرط الأبيض ونادي سوني ديب بطل النيجر بالفانيلا الزرق أو الشرط الأزرق هيبقى على إيدنا الشمال وينطلق أحداث الشرط التاني نفس التشكيلة اللي بدأت المباراة هي هي مغيرش طبعا كيفين جونسون هذه كهرباء إنما فيه تسل فيه تسل مغيرش كيفين جونسون طبعا بإدارة فنية عن بعد للمدير الفني الجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني مغيرش أي تغيير النادي الأهلي في الشرط التاني محمد الشناوي في حراسة المرمى أحمد رمضان بكها مبادر بنون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد في خط الظهر حمدي فتح وأليو ديونج وأكرم توفيق نص ملعب سلاسي والمسلس الأجومي طهر محمد طهر واخد الجنب اليمين أكتر وكهرباء واخد الجنب الشمال أكتر ومحمد شريف في مركز رأس الحربة أحيانا كهرباء بيخش رأس حربة تاني لما بيتقدم من ناحية شمال محمود وحيد ده اللي ظهر في الشرط الأول حنشوف الشرط التاني إيه؟ أسلوب لعب النادي الأهلي فريق سوني دي بيلعب تلاتة أربعة تلاتة وحقول لكم تشكيله مع أقرب توقف تطلع الكرة برا ورامية التماس على طول تلعبت على طول جوال منطقة ومحاولة للتزديد لكن بيطلع دفاع النادي الأهلي ترجع تاني في نص الملعب عن طريق أكرم توفيق واللي بيلعب على طول ناحية اليمين لأحمد رمضان بيكام وما فيش أوفصايد إنما بيطلع الكرة إلى خارج الملعب برا أول ما كانتش أوفصايد الكرة اللي فاتت لو وصلت الكرة لمحمد شريف أو كهرباء ما كانش متسلل في اللعبة اللي فاتت رامية التماس أحمد رمضان بيكام يلعب على طول الكهرباء من لمسة واحدة بيحطها في الأمام عند طار محمد طار إنما تقطعت قطعت الكرة مع فريق سوني دي حطها تاني مرة تانية نص الملعب والتمريرة في الأمام أعود برضو للتأكيد مرة تانية إن الصورة بالمنظر اللي احنا شايفينه ده بالإخراج اللي شايفينه بأرض الملعب اللي شايفينها ليس لنا دخل بيها الصورة جاية من المصدر بهذا الشكل اللي شايفينه دي مرة تانية كرة سليماني ماماني عدة من ناحية اللي مين إنما اتقطعت على طول من ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم عمالها على الأرض لحمد فاتحي حاول ياخدها تاني كهرباء فريق السرعة هنا كهرباء ما شاء الله فريق سرعة عن أي لعيب بيلعب في المنطقة دي بيطلعها إلى خارج الملعب برعا سجل ثلاث أهداف في آخر ثلاث مباريات هدف في مرمى طلاق على الجيش في نهاية الكاس وفاز الأهلي باللقب وهدف في مرمى المقصة في انطلاق الدوري في فوز الناد الأهلي ثلاثة واحد وهدف في مرمى غزل المحلة في الأسبوع الثاني للدوري وفاز الأهلي ثلاثة صور قاد الجهاز الفني والركنية عن طريق طاهر محمد طاهر تشوف الضربة الركنية من ناحية الشمال طاهر محمد طار ومكمل أليو ديونغ النهاردة مطلوب منه باستمرار أنه هو وياسر إبراهيم برضو طالع على الكرة العرضية ومعدية وتطلع للمرة التانية ضربة ركنية بس من الناحية التانية وانت مغمط كده حيروح لها محمود وحيد دايما أما بيلعب علي معلول هو اللي بيلعب الدربات الركنية ناحية اليمين وفي غياب علي معلول النهاردة أحد اللعيبة يعني اللي مسجلين تسع أهداف مسجل تسع أهداف للنادي الأهلي في بطولات إفريقية يعني رقم يقترب من كتير من المهاجمين اللي جون في تاريخ النادي الأهلي شوفوا الكرة لعب بالقدم اليسرى هو محمود وحيد اتلعبت على طول علي يا مش ممكن يا بدر بنقون ولسه خطيرة ويمسكها الحارس يا دربة رأسية طلعة زي ما تكون بالرجل حلوة جدا 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 تصطدم بالعرضة يا يا كادة النادي الأهلي أن يأكد تقدمه في المباراة النهاردة نادي الأهلي خارج الميدان هو أكتر فريق في تاريخ أفريقيا سجل انتصارات خارج ملعبه أكتر فريق في تاريخ أفريقيا عمل تسعة وتلاتين انتصار خارج الميدان في مية تسعة وسبعين مباراة لعبهم من أهلي خارج الميدان في البطولات الأفريقية بشكل عام حقق الفوز في تسعة وتلاتين مباراة إذا فاز النهاردة هيبقى الانتصار رقم أربعين ويدعم رقم القياسي الأرقام كتيرة من قدرش نقولها كلها بس منقول اللي نقدر عليه من أرقام القياسية اللي يحملها النادي الأهلي على المستوى القاري التماسي تلعبت على طول من محمود وحيد ليسر إبراهيم يا راجل طلع على طول خطر جداً الكرات دي تغبط في رأس الحربة موسى وتطلع إلى خارج الملعب برقاوت أدي موسى موسى أحمد عيسى أو أحمده أمدو مع أحمد بتتنطق أمدو في كل دول وسط أفريقيا ومحمد ما مدو اللعيب الصغيرين 23 سنة وضربت مرمة الشوط الأول قلت لكم محمد شريف وأكرم توفيق إن هما بيلعبوا الأول مرة هما لعبوا في ولايتهم الأولى أو في تواجدهم الأول في النادي الأهلي لعب محمد شريف في بطولة 2018 وأكرم توفيق أيضاً لعب في بطولات أفريقيا قبل كده ففي ثلاثة لم يلعبوا قبل كده مع النادي الأهلي أفريقيا اللي هما طهر محمد طهر وبدر بنون طهر محمد طهر وبدر بنون الاثنين بيلعبوا الأول مرة بعتبر أن بدر بنون طبعاً وحمد ربضان بيكهم دول الثلاثة اللي الأول مرة يرتدوا قميص النادي الأهلي على المستوى الأفريقي شكراً طبعاً للزميل خالد طلعت اللي لفت انتباهي بين شوطي اللي قال للنقطة دي أنا كنت رجعت كده من المباريات فعلاً آآ محمد شريف لعب مباراتين إفريقياتين قبل كده وأكرم توفيق لعب أربع مباريات هذه الكرة على طولة لعبة جوه منطقة الجزاء والضربة الرأسية من جوه المنطقة ياه 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 يا النادي الأهلي أفضل بكتير في المباراة حتى الآن كرة في القايم في بداية الشوط التاني بدربة رأسية رائعة وكرة تانية هي يمكن أعتقد محمد شريف الكاميرا كانت بعيد شوية وللأسف التصوير سيء جداً فعايزين نشوفها تاني عشان نتأكد مين اللي لعب الكرة اللي فاتت إنما يعني النادي الأهلي فرصتين في حوالي ست دقايق مع انطلاقة الشوط التاني النادي الأهلي أفضل في الشوط التاني بكتير صحيح كان أفضل استحوازاً في الشوط الأول لكن ما خلقش الفرص اللي عملها في الشوط التاني في سبع دقايق لعب كرة رأسية من الضربة الركنية اللي في الدينة الخمسة تقريباً أو الدينة الرابعة وارتدت من العرضة والكرة اللي فاتت اللي أنقذها الحارس هذه مرة تانية كرة من ناحية اليمين وخرجت بره الملعب أوت حكم بيقول مش فاول لحمد رمضان بكم ولكن كرة طلقت رمية تماز هناك طاهر محمد طاهر لزي ما أقولوكو كاد يعمل رقم قياسي في جينس بوكوف ريكوردز لما أول مرة يشارك أمام الاتحاد السكندري في بطولة الكاس لعب في الشوت الثاني كرة عرضية مع انطلاقة الشوت الثاني بعد عشرين ثانية بالزبط انفراض تام بالمرمى حطاها برا لو جات جول كان بقى أسرع لعب يسجل بعد انتقاله الناديج جديد فيه ربما في التاريخ هذه كرة تلعبت عرضية والرأسية وفيه فاول فيه فاول مع حارس المرمى دايما ياسر إبراهيم بيطلع في الضربات السابتة وأحيانا بادر بنون بادر بنون على فكرة بسجل ثلاث أهداف للرجاء السنة اللي فاتت في دوري أبطال أفريقيا اللي وصل فيه إلى مرحلة الدور قبل النهاي وخرج أمام الزمالك قاعد الكرة على سدره تاني خييده كادو عبى فيه الأمام طلعها تاني ياسر إبراهيم عامل ماتش كويس سياسر إبراهيم بعيدا عن الخطأ كده اللي الكرة كانت حتقطع منه طلعها مرة تانية ياسر يخدها فريق سوني ديب من ناحية اليمين لخييده كانتو رجعها وراء لعدول ماموني تاني الهجمة هجمته بأغلبها في الجانب الأيمن لكن طبعا هم إمكانيات محدودة جدا سواء تقدم اللاعب رقم 8 أمدو مامان بوباكر اللي كان قدامنا في الصورة في اللقطة اللي فاتت بيتقدم ناحية اليمين أو سليماني ماماني الاتنين بيتقدموا في الجانب الأيمن لكن طبعا مفيش قدرة على أن هم يعملوا دريبلنج بكورة أو تناقل الكورة الشناوي ما شاء الله السنة اللي فاتت يعني من أحسن لعيبة في مصر بل أنا كنت عملت استفتاء كده شارك فيه عدد كبير من النقاط الحقيقة وطلع أحسن لاعب مش أحسن حارس لا أحسن لاعب بشكل عام لعيبة اللي أسروا جدا في نتائج النادي الآلي في مسيرته سواء في الدوري أو في دوري أبطال أفريقيا أو في بطولة الكاس كل بطولة له يعني بصمات واضحة في مصيرة الفريق النادي الآلي دوري ما شاء الله رقم قياسي وأعلى كلين شيت في تاريخ الدورة 24 مباراة ضرب رقم زيميلو السابق في النادي الآلي شريف إكرام اللي كان عمل 23 كلين شيت في الكاس هو صاحب الفضل فيه ركلات الترجيح وأنقذ واحدة من ركلات الترجيح بسببها فاز النادي الآلي للكرة المشتركة بين محمود وحيد اللي فاتت وأمدو بوبكر وفي بطولة أفريقيا بقى حدث ولا حرج كان يعني شوفوا ضربة الجزاء اللي أنقذها في لقاء الزهب أمام الودات كان ممكن تغير بسيرت المباراة والعديد من المباراة اللي كان له دور كبير جداً فيها الحقيقة في دوري أبطال أفريقيا يعني الثلاث بطولات اللي خدها النادي الآلي كان لي بصمة كبيرة جداً فيها كرة تاني ناحية شمال محمود وحيد استخلصوا الكرة بفاول ضربة حرة مباشرة اتلعبت الكرة على طول في الأمام يطلعها ياسر إبراهيم مميز ياسر إبراهيم في ضربات الرأس التكوف بتاعه عالي طلعت الكرة برا من أمام اللاعب خييدو كانتو اللي قدامنا واحد صفر للنادي الآلي أكتر بطولة لعب فيها النادي الآلي هي دوري الأبطال 32 مرة اشترك في دوري الأبطال المسابقة الأمة والأكبر فيه على المستوى الإفريقي خمس مرات اشترك في كأس الكؤوس الإفريقية والطريب فيه إنه خد البطولة أربع مرات من الخمسة اللي شارك فيها وشارك في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي السابقة اللي ألغيت خلاص ودمجت في كأس الكؤوس في الكون فدرالية شارك فيها مرة واحدة ثلاث مرات في الكون فدرالية وتمان مرات في السوفر الأفريقي جمع فيهم عشرين لقب إفريقي ضربة حرة عن طريق محمود وحيد حط الكورة على طول في الأمام مرة تانية طاهر محمد طاهر حمدي فتحي استلام كويس ورؤية كويسة في الملعب لعب الكورة في الأمام لو استلامها تبقى خطيرة إنما طلعت بر كورة طلعت بر أو نادي الآلي من أول وجود ريني فييلر في مطلع الموسم اللي فات بإلعب 4-2-3-1 سبتة لم يغيرها فييلر إلا قليلا لما تعرض لمشاكل على وجه التحديد في لقاء الزمالك في الدوري للسنة اللي فاتت ولعب 4-3-3 اللي بيلعب بيها النهاردة طبعا كيفين جونسون القائم بعمل المدير الفني في غياب موسيماني طبعا أكيد من أوصى بهذه الطريقة هو موسيماني ثلاث لعيبة في نص الملعب بس بيزيد منهم أليو ديانج باستمرار في التلت الهجومي آدي الكورة على طول عطاها في اليمين فاول الفاول حكم اللقاء دانييل لاريا بيكلموه اللعيبة على الخشونة اللي موجودة باستمرار وبيكلموا كهربا وبكهم وياسر إبراهيم بصوا بصوا الالتحام القوي في كل كرة مشتركة طبعا النادي الآلي منذ قليل جاني خبر من اتحاد الكورة بتعديل موعد مباراة الأهل والزمالك يوم 28 وإقامة مباريات الأسبوع التالت للأهل والزمالك بدلا منهم ما كنتش أتمنى أبدا أن نبدأ الموسم بأي تأجيلات جديدة إنما من شوية جاء الخبر عن طريق الجهاز الإعلامي في اتحاد الكورة تطلع الكورة من كهرباء قدام خارج الملعب مباراة سموحة والزمالك الأسبوع التالت هتبقى يوم لتنين 28 اللي هو كان موعد لقاء الأهل والزمالك في برج العرب مباراة الأهل والاتحاد هتبقى يوم لتنين 28 برضو في استاد السلام وحيعلن موعد مباراة الاتحاد مع أم بي والأهل مع الزمالك ضمن مباراة الأسبوع الرابع في موعد لاحق ده بيان الاتحاد الكورة بتعديل الموعد صراحة أنا دايما ضد أي تأجيلات أي تعديلات أنت حطت جدوان خلاص ماشي عليه لصالح فلان لصالح سين لصالح صاد هذه قاعدة تطبق دائما في الدوريات الكبرى لعبة رمية التماس مرة تانية جوه المنطقة خطيرة التزديدة خطيرة لكن ضعيفة يعني خبطت كده وهي راحة في قدم محمود وحيد نمكت ملعوبة من ناحية الشماء من يمين عن طريق سليماني ماماني لعبة كورة مرة تانية في الأمام يطلع فريق سوني ديب نص ملعب اللعب المخدرم عبدول ماماني لعبها في الأمام تغبط في رجل خييدو كانتو تطلع برا طبعا المدرجات خالية ملعب ده استضاف قبل كده مباراة لمصر أمام النيجر تفتكروا أما وقعوا في مجموعة واحدة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2012 تخب مصر لم يتأهل لهذه البطولة بعد طبعا السلاسية العظمة 2006 2008 2010 من نص بملعب أكرم توفيق يلعب الكرة في الأمام أليو ديونج عرضية جوه المنطقة استلاب من كهرباء وتطول شوية ويمسكها لحارس توصل لجول كارلوس دي جوران كارلوس يلعبها على طول لسيزر أبايا سيزر لعب ترامية التماس بدر بنون كرة الأمامية ترجع من نص الملعب وممكن تتخطف إنما لو جري من بدري شوية محمد شريف كان ممكن يقطع الكرة دية إنما لازال تقدم النهد الأهلي واحد صفر من الشرط الأول بالهدف اللي جابه أليو ديونج بتزديدة يسارية رائعة في الديا 34 رمي التماس للأهلي أحمد رمضان بيكهم يلعب التماس على طول في الأمام حاول عليها طاهر محمد طاهر بيكهم تتقطع منه بهجمة يخدها تاني على طول بيكهم ناحية اليمين أحمد رمضان بيكهم وطلعت منه بره الملعب كان بيلعب مع محمد عبد السلام وأسامة جلال ثلاثة في قلب ملعب أو في قلب في الناحية الدفاعية في فريق منتخب مصر الأوليمبي تحت 3 و20 سنة لو تفتكروا كان منهم بيكهم كان عامل مباريات رائعة يعني الحقيقة الثلاثة الحقيقة عبد السلام وبيكهم وأسامة جلال هذه الكرة تاني توصل ناحية اليمين بيحاول يعدي بيها اللعب رقم 8 أمادوب بكر هو أخطر لعب اللي قدامنا ده ممادوب بكر ده رقم 8 لعيب بيكمل في الجابها اليومنا عنده 28 سنة طاني أكبر لعب سنا فيه فريق سوني ديب نما الخطورة بس من كرات من ناحية اليمين وهذه صلاح محسن يستعد للنزول لعيب لسه نازل فريش وعنده سرعات وبيقدر يسجل أهداف يعني ممكن يفرق كتير في الشوية اللي حيلعبهم مع نادي الأهل لعبت مرة تانية ياخدها تاني اللاعب عبدول ماماني تطلع بره الملعب قوت هينزل صلاح محسن مكان كهرباء يخرج كهرباء فيه سادس مبارياته الافريقية مع النادي الأهلي طبعا بعيدة عن مبارياته مع نادي الزمالك قبل كده كهرباء وينزل صلاح محسن هيبقى كده فيه الناحية الوجومية هيلعب محمد شريف وصلاح محسن وطهر محمد طهر هيبقى ده المسلس الهجومي للنادي الأهلي أحيانا بيبقى أربع لعبين لما بيتقدم في العمق برضو أليو ديونج هدي ناحية الليمين لعبها الأليو ديونج هاته خود جميلة إلعب العرضية بقى وقف على كورته والعرضية وعليا شوية عليا شوية على كانت على ياسر إبراهيم اللي كان مكمل في اللعبة اللي فاتت ودي بدر بنون يخش بقوة كده في الكورة المشتركة ويعمل فاول نقلت مرة تانية الأحسن لاعب آآ أمدو بوبكر اللاعب رقم 8 ده هو أحسن لاعب فيهم يخدها تاني شوفوا متحرك بيعمل خطورة في ناحية اليمين هو اللي بيكمل في ناحية اليمين في طريقة 3-4-3 اللي بيلعبوا بيها ويمكن أغلب الهجمات حتى في الشوط الأول اللي أنقذها واحدة الشناوي واحدة عدت من أمام المرمى كتعرضية من عن طريقه هو هينزل اللاعب رقم 17 هنشوف عثماني هيطلع مرتالة يحيان طلع مرتالة هو ده تغييرين دفعة واحدة تغييرين دفعة واحدة قادي مرة تانية الكرة مع محمود وحيد تغبط وتطلع برها الملعب قاوت نزل عثماني رقم 17 هقول لكم مين التاني اللي نزل لما نشوف رقمه قادي تلعب ترمية التماس صلاح صلاح محسن دخل جوه إنما توصل سهلة للحارس كارلوس كارلوس العب عطول في قلب نص الملعب لإسماعيل إنوزا يقودها تاني صلاح محسن فرصة للنادي الأهلي إنه يسجل أهداف تانية لإن الدفاع مفتوح تماما ودي رائبة رأسية إنما فيها أوف سايد فيها أوف سايد صلاح محسن هو قدامنا كان مسجل على فكرة في فوز النادي الأهلي العام الماضي ببطول الدورة أبطال أفريقيا قبل ما يروح بقى آآ فترة إعارة في سموحة كان مسجل في مرمى آآ فريق اطلع بره في بداية المشوار خالص فيعني من حق وياخد ميدالية بقى من ضمن اللعيبة اللي شاركوا في الانتصار الكبير كان النادي الأهلي كسب نادي اطلع بره في لقاء العود آآ لقاء الزهاب أربعة صفر واللقاء العودة آآ تسعة صفر وكان صلاح محسن ده جاب هدفين في الفوز أكبر فوز في تاريخ الأندية المصرية تسعة صفر كان جاب هدفين اتنقلت الكرة على الأرض مرة تانية من ناحية الشمال يطلع لعيب النادي الآلي آليو ديونغ ويشتت بصه بيخش بكل قوة بعدما اللعيب يلعب الكرة بيخش ب ب ب ب بقوة بالاستاذات بتاعة الحزاء حقيقة ظاهرة ملحوظة جدا أكتر من لعيب من النادي الآلي يتعور ترجع الكرة مرة تانية نص بملعب حمدي فتحي صلاح محسن يطلع من أعلى نقطة ياسر إبراهيم ويرجع محمود وحيد لحارس برماه محمد الشناوي المباراة حتى الآن تكاد تكون الخطورة الوحيدة لفريق آآ سوني ديب بطل النيجر كانت في الشوت الأول من كرة عرضية من ناحية اليمين للعب المميز بتاعهم اللي هو أمادو بو بكر عدت من قدام المرمى ما كانش حد موجود فقط غير كده نادي الأقل مسجل هدف والشوت الأول كان عنده فرصة تانية للتهديم للتهديم قال لي ديونج أيضا الشوت التاني كرة العرضة وكرة تانية برضو كان ضربة رأسية رائعة انقذها الحارس مرة تانية الهجمة عن طريق ناحية اليمين لكن أكرم توفيق يطلع اتلعبت رمية التماس مرة تانية يطلعها محمود وحيد ترجع ترجع بره الملعب قوي رمية التماس وحيد ترجع وره مرة تانية في نص الملع بالتمرير من خييدو كانتو برضو متحرك شوية خييدو كانتو بس طبعا ليس من أفضل اللاعبين الحقيقة خلال انطلاقة هذه المباراة انتهت مباراة المريخ وإنيينبا بفوز المريخ 3-0 المريخ فاز على إنينبا 3-0 وبلاتينام الزنبابو فاز على سيمبا التنزاني 1-0 وانا كان ريت ديبلز اتعدل مع أتلتكو بيترو أتلتكو 1-1 ومازينبا الله أحمد وحسن حاول يعدي إنما بيطلقها اللاعب من قدامه خارج الملعب برا اتعدلوا 2-2 مع الكونغولي وجالكسي بوتسواني مع سانداونز مبارح سانداونز فاز خارج ملعبه 2-0 فرق كتير فازت برا ملعبها إن شاء الله النادي القلي يكمل المباراة بالانتصار النهاردة ترجع الكورة طاهر محمد طاهر طاهر يلعبها هاته وخد مرة تانية طاهر وفي دفعة في دفعة لطاهر محمد طاهر ضربة حرة رايح لها يلعبها حمدي فاتحي وحتى الآن أشان تكتوكم متعادل 0-0 مع الهلال أم درمان السودان دي كده النتائج اللي بقولها لكم أول بول في اليوم التاني لمباريات الزهاب لدور 32 لدور أبطال أفريقيا هذه الكورة على طول تلعبت من طاهر خارج الملعب بره قوي فودي لعبها البره شوية كان موجود بدر بنون طالع وكان ياسر إبراهيم طالع وأما بدر بنون بيطلع وياسر إبراهيم بيرجع على طول أكرم توفيق وحمد فاتحي هم اللي بيقوا مكلفين بقى بالأدوار الدفاعية ترجع مرة تانية حارس المرمى كارلوس دي جوران ماما دوع علي صاحب الخبرة ده أكبر لعب في فريق سوني ديب 31 سنة ده أكبر لعب توصل لمحمود وحيد مرة تانية يلعبها في الأمام لكن ما يلحقهاش طهر محمد طهر وتطلع بره الملعب أوت تغيير واحد حتى الآن أجراء النادي الآله بنزول صلاح محص مكان كهرباء واضح أن اللعيبة يعني عشان ظروف أرض الملعب كل اللعيبة برضو خلفة من الإصابات يعني الالتحامات بس كل التحام في لعب بقوة على أقدام اللعبين أدي أكرم توفيق برضو هو بيطلع كرة عادية هو استضم بيه اللعب شوف التغيير هيطلع اللعب رقم سبعة وينزل خمسة وعشرين اللي هو ماماني مصطفى ماماني مصطفى ماماني مصطفى ثلاث تغييرات كده في فريق سوني ديب الشناوي طبعا بخبرة كده بيعطل شوية وقت ده بتقول النادي الأهلي برضو عايز يكسب المباراة بأقل مجود ممكن ودون خسائر خسائر طبعا زي إصابات أي شيء في الظروف اللي بيلعب فيها بره ملعبه وعنده ارتباطات كتيرة وعنده السنادي برضو كأس العلم للأندية اللي وصلت إلى ستة أندية حتى الآن يتبقى بطل وحيد ترجع الكرة وراء إلى حارس المرمى كارلوس كارلوس يلعبه مرة تانية إنما الضغط من النادي اللي بصه أربع لعيبة دايما باستمرار بيبقوا في الضغط الهجوم أيام فييلر كان ممكن يبقى ست لعيبة بيضغطه في نص ملعب الفريق المنافس إيشات التاني ياسر إبراهيم إنما تراجع بدون داعي كده من لعيب النادي الأهلي شايف النادي الأهلي لو حاول بس يوصل هجوميا ممكن يجيب أهداف تاني داييرجع الكرة إلى سيزر وطلعت بره الملعب أوت رمي التماس النهاردة الصبح الساعة ستة الصبح بتوقيت القاهرة اللي هي طبعا بالليل مساء أمس بتوقيت أمريكا الشمالية في أورلندو بأمريكا صعد ممثل الكونكاكاف نادي طايجر أونال المكسيكي إلى نهايات كأس العالم عشان يبقى فيه ستة أندية ضمنت مقاعدها في كأس العالم للأندية اللي هتقام من واحد إلى حداشر فبراير القادم هذه الكرة لعبت في الأمام حاول يرقص لكن يا ولد العيب محمود وحيد يقطع على طول ويقود هجمة العب على طول إنما طول فيها شوية زيادة شوفوا الكرة بتحود إزاي من أرض الملعب تطلع بقى الرابعة وترامي التماس لعبت على طول كانتو خيدوا كانتو يخدها حمدي فتحي لعب على الأرض لأليو ديونج ديونج لعب في اليمين لطاهر محمد طاهر خدها مرة تانية وهو وجول يا راجل يا راجل محمد شريف كاد أن يسجل الهدف التاني ياه 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 نهاردة كان ممكن يبقى انتصار تاريخي كان ممكن يبقى انتصار تاريخي للنادي الأهلي لو سجل كرة العرضة ودي انفراد تام وواحدة تانية برضو أنقذها الحارس بصعوبة ضربة رأسية نمك كرة حلوة 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 ومن خلف الأمام طاهر محمد طاهر لعبها لشريف يعني الحقيقة فرصة بالضيع كبيرة جدا وادي أحمد ياسر ريال أحمد ياسر ريال يستعد للنزول عمل موسم رائع في الجونة ولازال تقدم النادي الأهلي واحد صفر في الديها ستة وسبعين والكولينج بريك في الشوط التاني أو التوقف لمدة دقيقة تقريبا لشرب المياه زي ما قلتلكم صباح اليوم طبعا المباراة اللي تلاعب بالليل في أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية اللي فارق التوقيت بيبقى عندنا تاني يوم الصبح فالساعة ستة الصبح بالضبط وصل فريق طايجر أونال بطل المكسيك ليصبح سادس الأندية المتأهلة مع النادي الأهلي طبعا بطل أفريقيا باير ميونيخ بطل أوروبا وأوكلاند سيتي اللي صاعت كبطل للأوكيانوس دون لعب خلي بالكم هنا بنظام الجدارة الرياضية اللي موجود في لوائح اتحاد الأوكيانوس يقول لك لو وقفت البطولة في أي مرحلة يشوفه أفضل نادي عمل نتائج على مستوى قياسا من المباراة بالنقاط يعني مثلا لعب ثلاث مباريات أو لعب خمس مباريات جاب عشر نقاط أقسم النقاط على المباريات عشان نشوف معدل الحصول على النقاط بهذه الطريقة أوكلاند سيتي تأهل المرة العشرة إلى كأس العالم للأندية بطل أسيا اللي هو أولسان هيونداي صاعد أيضا إلى نهايات كأس العالم للأندية مع نادي الدحيل القطري اللي هو المنظم كده لا يتبقى إلا بطل أمريكا الجنوبية اللي لسه ما ولعبناش الدور قبل النهائي عندنا في الدور قبل النهائي نادي ريفر بلات الأرجنتيني أمام بالميراس البرازيلي ده مباراة في الدور قبل النهائي وسانتوس البرازيلي حيلاعب الفايز من ريسنج كلوب الأرجنتيني أو بوكا جونيورز الأرجنتيني برضو على فكرة دي المباراة الوحيدة المؤجلة من دور التمانية ريسنج وبوكا جونيورز حتتلعب النهاردة بالليل بتوقيت طبعا أمريكا الجنوبية يعني صباح في الغد هتكون متحدد من الطرف الأخير في المربع الزهبي فيبدو كده إنه مربع زهبي برازيلي أرجنتيني خالص مباراة بن ريفر بلات الأرجنتيني وبلميراس البرازيلي ومباراة تانية بن سانتوس البرازيلي مع ريسنج أو بوكا جونيورز كلاهما من الأرجنتيني يعني هيبقى دور قبل نهائي برازيلي أرجنتيني خالص خلي بالكو كوبة ليبرتادورس اللي هي بطولة أمريكا الجنوبية اللي هي زي دوري أبطال أفريقيا كده بالنسبة لأمريكا الجنوبية بيشترك فيها عدد كبير من الأندية يعني البرازيلي مثلا مشسلة السنة دي بتمن أندية الأرجنتين ستة أندية أورجواي خمسة وهكذا طاهر محمد طاهر وينزل جيرالدو واحمد ياسر ريان خلاص بقى النادي الآلي بيريح اللعيبة واحمد ياسر ريان هنشوف مكان مين رامي التماس هل نزل مكان محمد شريف أعتقد محمد شريف عمل مجود كبير والكرة الإنفراض دي كان ممكن يسجل منها وفيه تسلل والكرة أما شاطع حمد فتحي جات في اللاعب وقع على الأرض أهو جات فيه لاعب سوني ديب اللي هو سيزر ههيبصوا حمد فتحي شاطا جات في وشه لعب سيزر اللي وقع على الأرض ده قام الحمد لله سليم لعبت مرة تانية في الأمام ومقطوعة يخدها فريق سوني ديب في نص الملعب والنقلة العثماني يرجع وراء خطيرة جدا لو اتخطفت من أحمد ياسر هو أحمد ياسر ريان أو الكرة الميس هيقطع كرة أكرم توفيق أكرم لعبها بينية عطول لأليو ديونج في نص الملعب إنما مقطوعة من فريق سوني ديب عن طريق إبراهيم ومرة تانية أليو ديونج حاول يعدي من ناحية الشمال كرة هجمة خطيرة هجمة خطيرة ودي تزديدة تطلع برا الملعب أول تزديدة على طول من مسافة بعيدة عن طريق اللاعب رقم خمسة وعشرين ماماني مصطفى اللي لسه نازل في الشروط التاني هو ماماني كان لعب المباراتين بتقضي دور الأول أمام نادي مقدشو أو مقدشو سيتي مقدشو سيتي بطل الصومال لعبة الكرة على طول من الشناوي يشتتها من قلب الدفاع ماما دو ماما دو علي طلع الكرة برا الملعب أول بالمناسبة بالمناسبة أقول لكم خبر بعد أوكلاند سيتي اللي وصل عشر مرات اتلعبت مرة تانية على الأرض خايدو كانتي هتطعف اليمين على طول إلى سيزر لعابها خطيرة جوه المنطقة إنما يمسكها الشناوي الدور الأول للبطولة معروف نادي الدحيل هيلعب مع بطل الأوكيانوس اللي هو أوكلاند سيتي الفايز منهم هيبقى طرف من أطراف دور التمانية بين الأربع فرق اللي هي هتلعب دور التمانية دوصل الكرة الكارلوس يعني الأهلي يقابل الفايز من الدحيل مش بتحدد لغاية الآن يقابل الفايز من الدحيل القطري وأوكلاند سيتي يقابل أول سان هينداي بطل أسيا يقابل بطل الكونكاكاف اللي لسه متحدد النهاردة الصبح وهو فريق طايجر أونال المكسيكي كرة لعبت على طول في الأمام يعني الأربعة اللي هم بطل أسيا وبطل أفريقيا وبطل الكونكاكاف مع بطل مع الفايز من لقاء الدحيل مع أوكلاند دول الأربع فرق اتنين حيلعبوا اتنين مين حيلعب مين لسه مش معروف مرة تانية كرة ترجع وراء عند الباك عبدول ماموني نقلها مرة تانية في السيزر على الأرض العثماني حطها في الأمام استخلص الكرة كويس أحسن لعب فعلا في فريق سونيديب اللي هو أمدو بوبكر رقم تمانية هو أفضل لعب هذه الكرة التانية بتوقف تحت رجليه كده توصل لموسى أحمد ترجع وراء نقلها على الأرض تاني للعيب البديل ماما دو ماماني على الفكرة أول ما نزل ماماني مصطفى هو اللي نشط نص ملعب في فريق سونيديب شوية اللعب رقم 25 لعبة عرضية بعيدة عن المرمة تطلع بره الملعب أول طب بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية على رسل مريش هيلعبوا في الدور قبل النهائي مباشرة هيبقوا في برضو بالأرعة اللي هتجرأ يوم 19 يناير القادم قرعة كأس العالم للأندية اللي هتقام في قطر في الفترة من 1 إلى 11 فبراير دي 84 واحد صفر للنادي الآلي بالهدف اللي جابه أليو ديونج في دي 34 من الشط الأول تاني أحمد ياسر ريان استخلص كورته كويس حكم حسب عليه فول آه دي أحمد ياسر اللي نزل مكان محمد شريف نزل كده التلاتة بودلاء جيرالدو وصلاح محسن وأحمد ياسر طبعا ابن النجم النادي الأهلي والمنصورة سابقا كابتن ياسر ريان وأحمد ياسر ده عمل مباريات تاريخية في كأس الأمم الأفريقية وأيضا لعب مباراة عمره أمام البرازيل اللقاء اللي كان في الدورة الودية اللي اتعملت هنا في مصر حقيقة اللي فاز بيها منتقى في مصر اتنين واحد كان من نجوم المباراة ده تحمد ياسر ريان لعبت مرة تانية في الأمام سيزر لعبها عرضيها جوه منطقة حزاري من هذا اللاعب لف بوسطه كده ويلعبها تغبط ويلحقها على طول يلحقها بدر بنون عباة في الأمام بدر بنون توصل تاني ناحية الشمال إلى ابراهيم وتطلع بره الملعب أول أحمد رمضان بيكم على تنفيذ التماس دي أ86 ولازال تقدم النادي الأهلي واحد صفر العب على طول هاتو خد نص الملعب يحاول معاه أكرم توفيق لعبها يا سلام حمد فتح عمل كرة على طول في الأمام يخدها جيرالدو أول واحدة تيجر جيرالدو ناحية الشمال لعبها أوف سايد كان مفودي يكمل بيها جيرالدو شوية لأن السكة قدامه مفتوحة وهو مميز أصلا يعني أصلا جيرالدو من أهم مميزاته أنه بيقدر ينطلق بالكرة بسرعة لعبت الكرة تاني في الأمام يقطعها بشكل مميز بدر بنون وادي الحارس كارلوس مرة تانية أحمد أسر راياني استقبل على سيدرول أليو ديونج عايز يعدي أليو ياخد فاول فيش هجمة للنادي الآلي بتكمل من غير فاول لما النهاردة الحقيقة لو قلتولي مين أحسن لعب في المباراة النهاردة هقولكو أليو ديونج مش عشان سجل الهدف لا هو اللعيب أكتر لعيب جهدا في الملعب سدت كورتين على المرمى وكان دايما مكمن الخطورة وصنع أكتر من كرة الحقيقة في المباراة ودوره النهاردة كان ارتكاز رقم 8 بوكس تو بوكس بيزيد في الهجمة وبيزيد مع المسلس الهجومي كسواء في بداية المباراة أو الآن فأنا من وجهة نظري أنه هو أبرز لاعب في المباراة اتلعبت على طول الكرة جوال ما اتطع واتنط في الشبكة من برا ياه 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 على الفرصة حطها على طول ده حمدي فاتحي ياه ياه سجل فيهم هدفين لعب حتى مباراة العودة مع توجو في لومي عنده ثلاث مباراة دولية سجل فيها هدفين طبعا دي نسبة ومنتازة جدا للعب ارتكاز رمي التماس عن طريق أحمد رمضان بيكهم يلعب التماس على طول أليو ديونج بصو ديونج طبعا يعني يلعبها لجيرالدو على الأرض مرة تانية لصلاح محسن صلاح يوقف على كرته وحيلعب عرضية واللي حيعمل ايه عملها جوه المنطقة ولسه خطيرة وهو تنطف الأرض يمسكها الحارس كارلوس ديجوران على مرتين مرة تانية أكرم توفيق النهاردة الأدوار دفاعية بحتة أكرم توفيق النهاردة مكلف بغلق الجبهة اليمنى لفريق سونيديب أو الجبهة اليسرى للنادي الآلي اهو شوفوا أكرم توفيق ما شاء الله مباراة كبيرة برضو النهاردة كان في موقف تسلل الأحمد ياسر ريان مرضيش يلعب الكرة بزكاء كده عدى الكرة من تحته نقلت مرة تانية لجيرالدو حمدي فتحي يوقف على كرته حمدي العبى على الأرض لأحمد رمضان بكم جيرالدو لعبى على الأرض تاني لحمدي عدى حمدي في الزحمة كده ولسه خطير اوه يا راجل يا راجل جول مية المية بيضيع جول مية المية بيضيع من النادي الأهلي في اللعبة اللي فاتت صلاح محسن كاد أن يسجل والكرة من قيادة حمدي فتحي الروعة اللي قدر ياخدها ويستقلصها في نص الملعب وينطلق بيها هجوميا ويلعبها لصلاح محسن الكرة اللي فاتت هاتوقت تاني وفاول لصالح آليو ديونج وانزار مديه الحكم الغاني دانيال لاريه ليه أحمد رمضان بيكهم كان فيه انزار قبل كده الأهليو ديونج والوقت الأحمد رمضان بيكهم عرضية جوه المنطقة محمود وحيد يقطع الكرة على طول ولسه بيقاوح فيها محمود وحيد ويطلع تاني برا الملعب إلى نص الملعب آليو ديونج المشتركة كش رجله شوية آليو ديونج قبل ما يخش عليه بقوة اللعب ودي تزديدة في منتهى الخطورة يطلع على الشناوي يا ولد العين يا ولد يا ولد يا ولد يا شناوي على الأرض دي والتزديدة كده بالقوة دي ويطلع على الحقيقة روعة 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 الشناوي يمكن الكرة دي هي الكرة الوحيدة اللي تلعبت بين الثلاث خشبات لفريق سني دي بطوال المباراة النهاردة طلعها الشناوي ببراعة في واحدة في الشرط الأول كان طلعها روكنية بس ما كانتش في المرمى كانت ملعوبة عرضية نمى الشناوي الكرة دي فعلا الاختبار الحقيقي في المباراة كلها في الدية 90 بالتزديدة اللي من برى المنطقة عن طريق إسماعيل ينوزا ويأنقذها الشناوي تاني مرة تانية أحمد ياسر ريان يلعب الكرة في الأمام حاول معاها لكن يطلعها ماماني يلعب كرة أمامية أكرم توفيق يلعبها الأليو ديونج يخدها النادي الأهلي مرة تانية أحمد رمضان بيكم أحمد رمضان بيكم يتقدم للأمام ويلعبها تاني لجيرالدو حتة اللي بيحب يعدي منها عد جيرالدو إنه بيلعبها الأليو ديونج اتقطعت والأهلي في الطريق للفوز رقم 40 في تاريخ مشاركاته الإفريقية لو فاز الأهلي النهاردة يبقى 40 انتصار يدعم رقم القياسي كأكتر فريق حقق انتصارات خارج الديار في تاريخ البطولات الإفريقية لعبت مرة تانية على طول كانتو وراء لمامادو علي وهذه التمرير الأمامية يقودها تاني حمد فتحي إلى الأرض الأكرم توفيه توصل مرة تانية للمحمود وحيد بيسرى للأمام صلاح صلاح محسن تاني يرجع وراء محمود وحيد ديها 93 من المباراة وديها الثالثة من الوقت بضل الضايع 1-0 للنادي الأهلي بالهدف اللي جابه أليو ديونغ دي مرة تانية ترجع الكورة وراء رمي التماس لفريق سوني ديب محاولة من الفريق لإدراك التعادل قبل النهاء المباراة ياخدها تاني النادي الأهلي بفاول ليه الفاول ده من المكان دوت وإحنا خلاص في السواني الأخيرة السواني الأخيرة خلاص كناش نتمنى ييجي فاول زي ده من الحتة دي مكان قريب بره منطقة الجزاء شوف اللعبة هتتلعب إزاي بره منطقة الجزاء بحاولي 3 ياردات يعني نقول مثلا 20-21 يارد بعيدة عن المرمى كاتشي ليها لازمة دي شوف اللعبة حائط بشري من النادي الأهلي كل لعبة النادي الأهلي في منطقة الجزاء يمكن الكورة ديت حتكون آخر كورة في الماتش وبعدها حيصفر الحكم على طول ينهي المباراة شوف الكورة هتتلعب إزاي والتزديد عالية خالص عالية خالص بعيدة عن المرمى والحمد لله ومع هذه اللحظة يطلق حكم المباراة دانييل لاريال حكم الغاني اللي أمامنا ده صافرت نهاية أحداث الشوت الثاني للمباراة وفوز النادي الأهلي زي ما قلت لكم فوز رقم 40 في تاريخ المشاركات الإفريقية للنادي الأهلي بالهدف اللي جابه أليو ديونج في الديار 34 من الشوت الأول مباراة طيبة للنادي الأهلي انتصار يسهل جدا من مهمته في لقاء العودة اللي حيقام أحد يومي 2 5 و 6 يناير القادم النادي الأهلي قطع أكثر من 3 تربع الطريق إلى دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا كمصنف أول سيحتل بإذن الله قمة أو رأس أحد المجموعات لمباريات دوري 16 شكرا لحضر تقوم على حس المتابعة وحتى نعود ونلتقي في مبارات أخرى قادمة لكم تحياتي معلكم النادي طارق الأدور المايكروفون بعد الفاصل يطير إلى الكابتن أيمن شاوي أحد أبطال النادي الأهلي الهمين جدا في مسارته الإفريقية والمحلية شكرا لكم وإلى اللقاء